موسيقى 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 حلقتنا اليوم حنتكون عن جهاز المناعة كيف نقدر نقوي جهاز المناعة عنا؟ إيش أنواع الأكل اللي منقدرنا كلها عشان تقوي المناعة بجسمنا؟ كيف نقدر نحارب الأمراض اللي هي هلأ عم تكون أكتر إشي منتشر بسبب ضعف جهاز المناعة اللي إحنا عنا؟ أول نوع من أنواع الأكل اللي بقدر أقولكم عنه هو فعلياً التومي التومي معروف أنه غني بمركبات الكبريت مركبات الكبريت من أكتر الشغلات اللي بتقدر تقوي جهاز المناعة وتحارب الأمراض اللي عم تتير فيه عنا بالجسم تومي والبصل من أكتر الشغلات المتشرة ببيوتنا ما في أكل ما منحط فيها لا تومي ولا بصل حاولوا كتروا منها بالأكلات كمان وكمان عشان نقدر نقوي جهاز المناعة عنا الأكلات الثانية اللي إحنا منفضل إنه إحنا ناخدها الأكلات الغنية بالبايتامين سي مثل الحمديات بردقان وليمون مثل الكيوي اللي هي من أكتر الفواكل غني ببايتامين سي مثل البندورة اللي برضو غنية بالبايتامين سي بايتامين سي معروفة إنه هي فيها مواد مضادلة تأكسد عالية جداً بتساعدنا على محاربة الأمراض تقوي جهاز المناعة وندير بالنا إنه مش بس ما نمرض قبل المرض كيف نقدر انهربها الأشياء الثانية اللي إحنا منفضلها ومنحب إنكم تاكلوها ليه فعلياً لبروكلي الزهراء الملفوف هي من الأنواع الأغذية أو الخضروات الغنية جداً بالمواد المضادلة التأكسد اللي برضو بتساعدنا على تقوية جهاز المناعة وتخفيف إصابتنا بالأمراض لقدامك خيب بس هدول الأكلات ماكي إشياء معينة إحنا منقدرنا كلها نقوي جهاز المناعة تاعنا غير هيك اللبن بقدر أقولكم أنه هو من أكتر الشغلات اللي إحنا منفضل إنكم تاكلوها لأنه غني بالبروبيوتكس واللي هي بتنشط عنا البكتيريا النافعة اللي موجودة بالأمعاء منها منقدر نساعد جهاز الهضمي إنه فعلياً نشتغل بطريقة طبيعية جداً نقلل من إصابتنا بالأمراض اشربوا مي، ناموا كتير منيح قليلوا من الخلاص اللي موجود بحياتكم هيك منضمن إنه إحنا عم نقوي جهاز المناعة اللي عندنا ديروا بالكم على صحتكم ورمضان كله